ضعف الإقبال من قبل الشباب بالتحديد أو الذكور أو الرجال بالتحديد على النزول للانتخابات تبقى لما قالته اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن أن مشاركة الإناث أربعة أضعاف مشاركة الذكور وأعلى نسبة مشاركة كانت في الأسكندرية حتى الآن كمؤشرات أولية يعني من المبكر جدا الحكم على أن الشباب ليقبلون لأننا ما زلنا ساعة 12 أو واحدة بكتير يعني انتصف النهار لكن أمان تاليوم ثم أنه الانتخابات مرحلة الأولى تجري في يومين متتاليين يعني أعتقد أمامنا بعض الوقت بعض الناس تتركونا هذا لنهاية اليوم بعد العمل يتاج مباشرة لكن أشياء مؤكد أننا نرحى على أن ينزل الجميع بلا استثناء كل من يعني يبلغ العمر والرشد إلى آخره وتنطبق عليه المواصفات القانونية للناخب عليه أن يذهب مباشرة يحتفظ بصوته لا يبيعه كما كان قديما يعني كانت هناك وسائل عديدة جدا في بيع الأصوات يعني مجنيه تاخد نص وسبع نص بعد ما يعني كل هذا أعتقد أن المواطن المصري لابد أن ينزل فيه تماما في أي شريحة كان هذا المواطن لأن الشعب المصري كله قام بصوله عظيمة لم يميز بين هزا وزاك وإنما كان يؤكد أن الاختيار لمصر الخيار ليس لشخص ولكن لمصر هي الأبقى نحن جميعا زائلون ومصر باقية فلابد أن تبقى مصر نحن نفتخر اليوم بسنة 1866 كان فيه مجلس شرر النواب عليهم أن يفتخروا بعام 2015 هناك مجلس نواب توفرت له كل الضمانات التي تؤكد أن هناك بولادة جديدة لمصر جديدة نفتخر بها الأجيال التي تأتي بعد ذلك 2015 أعتقد أن منعطف مهم جدا وبالتالي إذا كانت 2015 بهذا الشكل على كل شاب أن ينزل وأن يقول بصوته بحرية تامة دون الضغوط أعتقد هذا ما سيكون إن شاء الله